بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاته والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كتاب التوحيد في باب لا يرد من سأل بالله قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه جمل عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته الأولى من استعاذ بالله فأعيذوه الاستعاذ معناه اللجء بالمستعاذ اللجء إلى المستعاذ من أمر مكروه وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه مما استعاذ به يعني امنعوا عنه الشيء الذي استعاذ بالله منه لا تؤذوه به هنا ومن سأل بالله فأعطوه ومن سأل بالله فأعطوه هذا من باب القسم لا قال إذا قال أسألك بالله يعني يقسم عليك بالله أن تعطيه ما سأل قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطوه يعني أعطوه ما سألكم تعظيما لله سبحانه وتعالى وإبرارا بقسم السائل نعم ومن دعاكم فأجيبوه ومن دعاكم إلى وليمة أو إلى أي شيء يقدمه لمن دعاهم فأجيبوه لأن هذا من حق المسلم على المسلم وهو دعاكم لإكرامكم فأجيبوه جبرا لخاطره وتحقيقا لطلبه وهذا من حق المسلم على المسلم نعم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه من صنع إليكم معروفا أي معروف فكافئوه يعني ردوا عليه بمثل ما كافأكم فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أي تظنوا أن قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح رواه أبو داود يعني في سننه والنسائي أيضا في سننه قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله من دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم وتلك من أسباب الإلفة والمحبة بين المسلمين من دعاكم إلى وليمة أو إلى أي شيء يقدمه لكم فأجيبوه لأن هذا من حق المسلم على المسلم وهذا لإزالة ما قد يكون في الصدور من البغضاء فهذا فيه غسل لهذه الخصلة الزميمة نعم قوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله ومن صنع إليكم معروفا أي معروف فكافئوه يعني أعطوه ما يعادل معروفه الذي صنعه إليكم لأن هذا من إبقاء المحبة بين المسلمين نعم فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله نعم لهذا من المروءة التي يحبها الله ورسوله فمن صنع إليك معروفا أي معروف فإنك يجب عليك أن تكافئه فإذا لم تجد ما تكافئه به فإنك تدعو له تدعو له بالخير حتى تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه نعم فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله كما دل عليه هذا الحديث ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس لا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام أما الكرام فإنهم يكافئون على المعروف ولو بالدعاء إذا لم يجدوا شيئا فبالدعاء له بالخير لقاء معروفه وقد يكون الدعاء بالخير خير من المكافأة المادية نعم ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم بعض اللئام جمع لئيم جمع لئيم من اللؤم وهو خصلة جميمة بعض اللئام لا يكافئ على المعروف وهذا مذموم هذا عمل مذموم وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة بل بالعكس بعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة بالضد وهذا من خصال اللئام والمنافقين نعم وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه نعم يدفعون يدفعون الخصال الذميمة بالخصال الطيبة فيدفعون الإساءة يدفعونها بالإحسان وهذا دليل على على قوة إيمانهم ومحبتهم للخير نعم كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما بما يصفون فلا ترد على اللئيم باللؤم وإنما ترد عليه بالإحسان وهذه خصلة طيبة من خصال المؤمنين نعم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين قل أيها المسلم هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لكل مسلم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لأن الشيطان يحث على اللؤم وعلى الأذى وعلى الخصال الزميمة لقصد أن يضر بني آدم لأنه عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو نعم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات جمع همزة والهمزة الدفع اليسير الدفع برفق ويسر نعم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي والشيطان يهمز المؤمن ليوقعه في الشر ليوقعه في الشر فهو يهمزه بأجل أن يسيء إلى خصمه أو حتى إلى صديقه هذا ما يأمر به الشيطان والله يأمر بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات جمع همزة من همزات الشياطين الهمز واللمز هذا من عمل الشيطان ويل قال الله جل وعلا ويل يكله مزة اللومزة الذي يهمز ويلمز نعم وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون يعني عند الوفاة لأن الشيطان يحضر المسلم عند وفاته ليصرفه عن الحق وليختم بعمل سيء أو قول سيء لأنه عدو نعم وقال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا ما يسببه هو الدفع بالأحسن وقال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يقول الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع الإساءة بالإحسان هذا من خصال المؤمنين نعم فإذا الذي بينك وبينه عداوة هذه الثمرة هذه ثمرة الدفع السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ينقلب عدوك إلى صديق بسبب الإحسان والدفع بالتي هي أحسن نعم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا عندهم صبر وحبس للنفس الصبر هو الحبس هو الحبس حبس النفس عن المكروه فإذا الذي بينك وبينه عداوة هذه النتيجة طيبة كأنه ولي يعني صديق حميم صديق صديق متأكد الصداقة نعم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقى هذه الخصلة الطيبة وهي دفع الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا إلا الذين صبروا على ما أصابهم من السيئة يصبرون على ذلك من الأداء إلا الذين صبروا وما يلقاها أي يعطاها إلا ذو حظ عظيم حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة نعم أصحاب الحظ العظيم من هم؟ هم الذين سبقت لهم من الله سبحانه السعادة نعم قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معرفته نعم فإذا لم يجد شيئا يدفعه شيئا من المال يدفعه لخصمه أو صديقه فإنه يدعو له يدعو له قد يكون الدعاء أعظم من المال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعو له حتى تروا أي تظنوا أن قد كافأتموه نعم وقوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا أنكم قد كافأتموه ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حتى تعلموا فتعين الثاني للتصريح به نعم وفيه من سألكم بالله فأجيبوه إلى ما سأل فيكون بمعنى أعطوه وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه نعم إذا سأل بوجه الله فإنه لا يجوز رده بل يجاب لأن هذا قسم سألكم بالله يعني أقسم عليكم بالله جل وعلا نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه وفي رواية عبيد الله القوارير لهذا الحديث ومن سألكم بالله كما في حديث ابن عمر قال المصنف رحمه الله فيه مسائل في هذا الباب يعني نعم الأولى إعادة من استعاد بالله المسألة الأولى وجوب إعادة من استعاد بالله والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فقالت لها زوجات الرسول إذا دخل عليك فقول أعوذ بالله منك فإنه يزيدك يزيدك محبة عنده فلما فلما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال صلى الله عليه وسلم لقد عذتي بمعاهد الحقي بأهلك نعم المسألة الثانية إعطاء من سأل فهن خدعنها بهذا الكلام وواجهت به الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعاذها بالله نعم ولم ولم يبني بها نعم الثانية إعطاء من سأل بالله المسألة الثانية إعطاء من سأل بالله لأنه قسم إذا قال أسألك بالله يعني أقسم عليك بالله أن تعطيني كذا فهو أقسم عليك نعم الثالثة إجابة الدعوة إجابة الدعوة إذا دعاك إلى بيته أو إلى وليمة فإنك تجيبه جبراً لخاطره حتى ولو كنت صائماً فإنك تحضر فإن كان الصيام تطوعاً فإنك تفطر تحقيقاً لطلبه جبراً لخاطره وإن كنت غير صائم فإنك تتناول مما يقدمه لك ولغيرك الرابعة المكافأة على الصنيعة المسألة الرابعة المكافأة على الصنيعة على الصنيعة الطيبة فإن الحق في ذلك أن تكافئه عليها نعم الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه نعم فإن لم تجد ما تكافئه فادع له فالدعاء يقوم مقام المكافأة بل هو أعظم من المكافأة نعم السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه حتى تروا ادعوا له حتى تروا أي تظنوا أن قد كافأتموه يعني أكثروا له من الدعاء حتى تظنوا أو يغلبوا على ظنكم أنكم قد كافأتموه على صنيعه نعم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر